قضية سد النعضة وقضية الحدود الغربية وما يحدث في ليبيا الرئيس السيسي اليوم استقبل الرئيس السياسي أفرقي رئيس إليتريا أتذكر أنه عندما تولى الرئيس أفرقي الحكم أول منظاره هو الرئيس المصري حسني مبارك وكان داعما وكانت مصر داعمة لإريتريا في بداية وصول الرئيس أفرقي للحكم ولم تنقطع الزيارات من الرئيس أفرقي إلى القاهرة أبدا وهذه الزيارة يعني في توقيت ممكن قارئ يعني يراها بأنها زيارة اعتيادية بتربطنا علاقات جيدة جدا بإريتريا فيه أداء جيد لمصر في رئاسة أفريقي فجميعنا يعني بنحافظ على علاقات طيبة مع كل الدول دا وجهة نظر ممكن وجهة نظر أخرى تأتي على اعتبار أن مصر كدولة إفريقية كبيرة تحاول أن تحشد القوى الإفريقية أيضا لخدمة مصالحها خاصة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة ويمكن أن يكون هناك مباحثات معلنة ومباحثات غير معلنة وارد يعني كل هذه الأشياء واردة لكن توقيت هذه الزيارة الآن في ظل تطورات قضية سد النهضة أعتقد أنه يعني محور المباحثات كان الحديث عن هذا السد والحديث عن الدور الذي تلعبه إثيوبيا في المفاوضات في هذه الأيام طبعا مصر استقبلت الرئيس أفريقي استقبالا كبيرا يليق بحج العلاقات بين البلدين والحقيقة يعني الحقيقة الرئيس السيسي دائما حريص على أن تكون الاستقبالات بهذا الشكل مع الدول الإفريقية لأن مصر فتحت صفحة جديدة مع إفريقيا منذ أن تولى الرئيس السيسي الحكم كيف كانت المباحثات وكيف ضارت أعتقد أنه يعني هذه الأمور تخص جوانب كثيرة جدا وفي توقيت هام جدا وقد يعني قد يتم الحديث عن تعاون ما بيننا وبين إريتريا اتفاقيات يعني مشتركة ما بين البلدين إنتوا عارفين أنه إريتريا دولة قريبة جدا من إثيوبيا وملاصقة لحدودها ده جانب متعلق بقضية سد النهضة فگه ده جانب متعلق بقضية سد النهضة